أردوغان يصرح سنفتح أنبوب تنفس جديد من البحر الأسود إلى دول العالم حيث صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن اتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية ستمنع خطر الجوع الذي يهدد مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم وجاء تصريحات الرئيس التركي خلال مراسم توقيع اتفاقية الحبوب المتعلقة بتسهيل خروج الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية وأوضح أردوغان أن تركيا أجرت عمليات مكثفة ومشاورات عديدة لمعالجة توقعات ومخاوف كل البلدين وقال سنساهم معا بهذه الاتفاقية في منع خطر الجوع الذي يهدد مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم وأشار إلى أن حركة السفن التي ستبدأ في الأيام المقبلة ستفتح تركيا عن بوب تنفس جديد من البحر الأسود إلى العديد من دول العالم وتابع نحن فخورون بأن نكون فعالين في مبادرة من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في حل أزمة الغذاء العالمية التي شغلت العالم بأسره لفترة طويلة وأكد أردوان أن الإشراف على شحن الحبوب سيتم عبر مركز التنسيق في إسطنبول بعد أن شهدت المحادثات توافق حول أو شهدت توافقا حول جميع العمليات ترجمة نانسي قنقر